أهلا بكم يا مشاهدين منذ الأربع الماضي وبلدة كوبر تتعرض إلى انتهاكات واقتحامات متتالية خلالها تم اعتقال العديد من المواطنين لكن يتصدون دائما لكل محاولات الاحتلال الهادفة إلى كسر الجناح المقاومة خاصة الآن وعائلة الشهيد صالح البرغوثي قد تتعرض في أي وقت لعملية هدم لمنزلها بعد قرار حكومة نتنياهو بهدم منازل منفذي العمليات للحديث أكثر عن آخر الأحداث وحالة بلدة كوبر نصدف معنا رئيس بلدية كوبر عزة بدوان يسعد صباحك يسعد صباحك يعني بداية أسازة كيف تقرأ الوضع الفلسطيني في بلدة كوبر يعني الوضع الفلسطيني في كوبر هو لا يختلف عن غيره من الأوضاع في مختلف مناطق الأراضي المحتوى الفلسطيني يكونوا كل مدينة وقرية وبلدة ومخيم بيتعرضوا لنفس الاستهداف اللي بتتعرض إلى كوبر وهاي يعني سياسة الاحتلال الإسرائيلي بمارسة يعني ضد شعبنا من تاريخ احتلاله لفلسطين نعم يعني تتعرض بلدة كوبر للاقتحامات متتالية كيف تنظر إلى تصدي المواطنين لكل ما تتعرض له البلدة خاصة في الفترة الأخيرة اللي تشهدها بلدة كوبر في ظل يعني استشهاد صالح البرغوثي كيف ترى تصدي المواطنين؟ يعني احنا مجوز خلال السنة الفائتة يعني هاي المرة الثالثة على الأقل اللي بتتعرض فيها يعني كوبر لهاي الحملات الإسرائيلية نتيجة طبعا لاتهام شباب من قرية كوبر بتنفيذ عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيلية يعني احنا حقيقة يعني حبينا نسجل يعني موقف لدى الإسرائيليين أولا ولدى العالم وكمان أمام شعبنا أنه احنا يعني بصرف النظر عن حجم الهجوم الإسرائيلي على كوبر إلا أنه من أول يوم خلال يعني السنة الماضية ولحد الآن ما رضخنا يعني لهاي الهجم الإسرائيلية ولا لما تقصد به يعني إسرائيل وكنا يعني رفضنا من اليوم الأول أنه يكون في حصار على كوبر رغم أنه كانوا في كل مرة يغلقوا كل المداخل على كوبر ويجرفوا الشوارع ولكن بعد مواجهات يعني حامية مع الإسرائيليين وخروجهم من البلدة بعد نص ساعة بس كانت تكون الشوارع كلها مفتوحة والمواطنين يعني بيروحوا بيجوا من وإلى كوبر يعني بكل يعني ريحية لأنه احنا يعني في مش بس أنه الموضوع موضوع تحدي للاحتلال وهذا أصلا يعني واضح لدى كل أبناء شعبنا ولكن كمان كوبر بلد كبيرة فيها يعني كثير من الحالات المرضية المزمنة كالسكري والسرطان والقلب وغيره وهذا هو اللي بدهم علاج يعني دائم ومباشر ووقتي وعلى هذا الأساس إحنا يعني ما سمحنا من أول يوم أنه يعني تغلق كوبر على أهلها وبالتالي احنا يعني نموت بطيء حسب ما بيقصده الإسرائيلي يعني أيضا الأسير عمر البرغوثي البلغ من العمر 66 عاما تقريبا والدي شهيد صالح تعرض إلى تحقيق مكثف معتقل المسكوبية بشكل دائم ويستمل أكثر من 20 ساعة دون نوم يعني وبالرغم من أنه كمان بعاني من مشاكل صحية خطيرة في القلب لو حتى تحدثنا عن الوضع بشكل عام هي يعني منذ الاستشاد صالح والقائل القبض على صالح لأنه إحنا لحد الآن يعني على فكرة إحنا حول استشاده وعدم استشاده إحنا المعلومات الإسرائيلية الموجودة عندنا ولكن إحنا نتهم الإسرائيليين بأنهم إما أعدموا وإما هم في طريقهم لا أعدموا على اعتبار أنه إحنا لا شفنا جثة ولا شفنا أصدرت عائلة الشهيد صالح البرغوثي بيانا يعني يعني بعد الكثير من بمعنى التحقيقات ويعني شهود العيان حسب ما قال شهود العيان أنه بكثبوا أقوال الاحتلال فيما يتعلق بآلية أو كيفية نعم صحيح نعم صحيح بأنه يعني استشهد صالح ولكن المعلومات الموجودة عندنا من المواطنين من السردة هم شافوا القوة الخاصة الإسرائيلية لما هاجمت سيارة صالح وأخرجوا من السيارة وكلبشوا ومشوا ومشي يعني ما كان فيه دماء في السيارة وما قتل في داخل السيارة هو أخذوه حي وبعد ما أخذوه حي الساعة 12 في الليل تقريبا أعلنوا أنه يعني تم استشهده احنا طبعا يعني كل الكوبر كل الشعب الفلسطيني يعني بنكذب هذه الرواية الفلسطينية واحنا بنطالب بأنه يعني يورجونه يعني جثمانه إذا كان مستشهد أو يعني يفرجوا عن أي معلومات أو المعلومات الحقيقية حول موضوع صحي يعني أيضا اختطفت سلطات الاحتلال أيضا صلاح نبيه البرغوثي بعمر 54 عام وتمت إصابته أيضا بإصاقه يعني تقشى عائلته أيضا مصير ابنها المختطف خاصة أنه يعاني من مرض سكري كيف تتابع البلدية هذا الوضع؟ يعني صحيحنا من اليوم الأول بنتبع هذا الموضوع من اليوم الأول اقتحام البلد واعتقال أبو عاصف وأبنه عاصف وهو ابن الآن هو في عداد المطاردين اللي هو عاصم وتتهم كمان السلطات الإسرائيلية بأنه له علاقة بالعمليات اللي صارت اعتقلت الكوات الإسرائيلية يعني عدد من الشبان في داخل البلد بدون يعني أي تهمة وجزء منهم طبعا تم الإفراج عنه مبارح يعني وصلوا للبلد وأنا كنت موجود يعني لما وصلوا ولكن بنفس الوقت يعني أول مبارح اعتقلوا كمان الكوات الخاصة أربع من الشباب في البلد ولحد الآن هم يعني رهن الاعتقال وكل ليلة يعني بيجوا على البلد اليوم كانوا في داخل البلد وكاموا بتفتيش العديد من البيوت واعتلوا أسلح المنازل ويعني اتعرضوا للمواطنين وهذه مسألة يعني احنا من اعتبرها مسألة طبيعية يعني هاي الإسرائيليين يعني هيك هاي الإسرائيليين هيك أما بخصوص أخونا صالح نبيه البرغوثي هو ضابط يعني بالمخابرات بجهاز المخابرات الفلسطيني ويعني برتبة مقدم يعني ضابط كبير وهو لما يعني وصل خبر صالح توجهوا كل الناس لبيت أهله لصالح العمر البرغوثي اللي التهم بالعملية وكان يعني صالح نبيه البرغوثي من ضمن الناس اللي توجهوا كل أهل البلد توجهوا يعني من مختلف العائلات صالح 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 أبو صائب أيوا اللي هو ضابط المخابرات صحيح وهذا كاسمه صالح لأخرين أيضا صالح اثنين اسمهم صالح كل أهل البلد يعني بمختلف العائلات والشرائح والأطياب وكل هذول الناس توجهوا لبيت أهله لصالح عمر البرغوثي أبو عاصف لتضامن معهم طبعا وهي يعني حالة كل أبناء شعبنا يعني ولا مرة ما تباطئوا ولا يعني تكاسلوا ولا تخلوا عن يعني تضامن دائما موجود في الوطن والشرائح وبالعكس يعني بجوز عمر العبد أيام ما صارت عملية وقعدوا الناس بجوز أكثر من شهرين وهم يوم يوم يعني يكونوا عند الدار ويباتوا يعني عند الدار وهاي يعني سجلت فعلا يعني حالة كثير عظيمة يعني بالبلد وأمام الناس اللي اجوا على البلد وكنا يعني حابين أن تكون هاي يعني يعني درس أو رسالة لكل أبناء شعبنا أنه يعني ما نخضع يعني للاحتلال ولا نخضع لحواجزهم ولا لا 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 حصارهم ولا لا كل هاي الأمور يعني بالنهاية ما ظل عند الشعب الفلسطيني باختصار حسب ما بنقول كلياتنا ما ظل عندنا إشي اللي نخسره صحيح وبالتالي على الأقل يعني كرمتنا يعني نظل محافظين عليها أستاذ عزة يعني بعد قرار حكومة نتنياهو بهدم منازل منفذي العمليات قد يتعرض منزل الشهيد صالح البرغوثي للهدم كيف يعني كيف ستتصدل بلدة كوبر لهذا القرار وهل يعني من المتوقع أن يكون أيضا زي ما ذكرت بالمرات السابقة كان في تواجد في منزل الشهيد لمدة طويلة هل تتوقع أن تكون هذه المرة كمان بشكل أكبر عدد المتواجرين والمتضامنين في منزل الشهيد وهل ستقوم البلدة ممكن في حال تم الهدم لا سمح الله بإعادة جمع ممكن تبرعات لإعادة بناء المنزل صحيح يعني قبل ما أجاوب على هذا السؤال بدي أرجع لموضوع صالح نبيه البرغوثي اللي تصاوب هو يعني هذا الإنسان مريض يعني عنده سكري وطبعا بيوخذ علاجات ومميعات وبالتالي يعني يعني الصعب جدا أنه يتعرض لجرح بداية طبعا الإسرائيليين أطلقوا النار بدون سابق انذار على المجموعة من الشباب ويعني أصيب هو فيه وفي البداية يعني اتهموا أنه هو متهم يعني أحد أعضاء الخلية اللي قاموا بهذا العمل وطبعا هذا أنا أعتقد مبرر هو كان يعني أمام الناس ومام العالم أنه أطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس طبعا صالح تعرض لأهمال طبي يعني واضح تعرض لأهمال طبي يعني كبير مما أدى إلى نزف يعني جزء كبير من دمه على اعتبار أنه أصلا هو بيوخذ مميع وأربع أيام يعني إحنا ما كنا نعرف وينه يوم كلنا في شعرات سيدك يوم كلنا في هداسة يوم كلنا يعني ما يعني ما يعني ما يعني هو موجود يعني بجوز أول مبارح عرفنا أنه في بيت احتكفى في مستشفى اسمه بانسيلون وطبعا كانت الفاجعة أنهم يعني قاطعين إجره لأنه أصلا هو لما تعرض لأهمال طبي ونزف هذا الدم الكمية الكبيرة من الدم يعني عمليين الجزء الصفلي من الجره هو مات صحيح وبالتالي يعني قطعوا إجره للزلمة وفوق كل هذا كانوا يعني مكلبشينه كمان في السرير بأيده وبرجله الأخرى ويعني عند الحديث مع الإخوان في قيادة جهاز المخابرات وحكوا مع الإسرائيليين وأكدوا من الإسرائيليين ولا يعني لا مهوش معتقل وهو يعني ما في عليه شيء وإحنا ذا بدكم إياه مسلمكم إياه من الصبح طب ليش يعني صحيح ليش مكلبشينه يعني ليش مكلبشينه يعني ليش مكلبشينه وحطينا عليه حراسات يعني طبعا إحنا يعني شدين كثير على هذا الموضوع ومحامين وكذا وامبارح طبعا تنهم يعني أوقفوا الحراسات عنه وفكوا الكلبشات عنه وسمحوا يعني أعطوا تصريح لأخو بزيارته الآن يعني بتمنى إن أخوه قدر يوصل يعني لإله ويزور نعم نرجع لأ أما بخصوص قرار الهدم قرار الهدم إحنا طبعا متوقع يعني في كل لحظة أنه يعني يجوا الإسرائيليين للهدم لأنهم هم بيعتبروا بأنه المهلة اللي أعطوها للهدم يعني هي انتهت وهم يبدوا عندهم كثير من البيوت بهدموا فيها م شاء الله مضغوطين 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 وبالتالي إحنا بنستنى يعني في دورنا يعني هاي عرف عند الشعب الفلسطيني لم تهدم يعني دور لأي مناضل وتمرمي بالشارع طبعا صحيح وإحنا يعني عنا سابقة في كوبر أنه يعني يمكن يعني هذا البيت رقم خمسة اللي يعني بدوين هدم يعني هدموا قبل أكم سنة و تم إعادة بناء وسنة هذه كمان هدموا بيت عمار العبد وبيت محمد طارق بيت أهلو والطبعاً تم إعادة بناءهم وبأفضل من ما كانوا يعني عشان يعني نعم هي رسالة للاحتلال عشان يعني تأكدوا الإسرائيليين نحن ما ملرمي يعني أولادنا في الشارع وأيضا يعني يعني مش كثير الموضوع بالنسبة لنا احنا لما الناس يعني قررت أن تخوض يعني هذا الحرب وهذا النضال ضد الاحتلال هذا حق شرعي ضمنتو إلنا كل الشرعي الدولية كل دول عالم اللي تعرضت الاحتلال قومت الاحتلال وأخرجته من أرضها وأحنا حق طبيعي لنا كفلسطينيين دافع على أرضنا طبعا كمان إحنا يعني نقوم هذا الاحتلال ونخرجه من أرضنا وراح نظلنا نتعرض للهدم ولا الاعتقال ولا القتل ولا كل هاي الأمور من قبل الاحتلال ما دام الاحتلال هو جاثم على أرضنا وأحنا يعني بفضل الله وهذه مسألة يعني مبينة يعني الطفل اللي عمره سنتين صار بحاول يطول حجر ويضربه على الاحتلال وأنا شوفت أحد الصور قبل يومين على الفيس إنه ولد يمكن ما بيجي طول هلا الطاولة ولد صغير حاطت حط هيك على ركبته والجندي وعلم ماسك علم والجندي كاعد يعني ماسكه ومشي فيه يعني وكأنه ما اعتقلوا شيء هم كانوا يراهنوا زمان إنه يعني فيه جيل معين حينسى الخضية طبعا ولكن يعني الغريب اللي إحنا حتى بنستغربه إنه كل جيل بيجي بيجي أكثر شبعين يعني العمقا يعني في الانتماء أكثر من الجيل اللي سبكه بصرف النظر عن أحيانا في أوقات الفراغ إنه والله شو هالشباب وشو هالمبارد ولكن الانتماء والوطنية موجودة طبعا ولكن الانتماء والحب الوطن موجود لدى كل يعني فئات الشعب الفلسطيني ويعني ما يركنوا الإسرائيليين أنه يعني ممكن يجي جيل في يوم من الأيام ينسى هذه القضية ما حدا بينسى حتى اللي خارج فلسطين اللي ما بيشوفوا الجنود وما بيصطدموا معهم بالشكل يومي كمان هم يعني كل جيل بيجي أكثر انتماءا لفلسطين عن الجيل اللي سبكه طبعا رسالة أستاذ يعني بتحب توجهها من منبر الله يسبحكم بالخير رسالة أخيرة للناس اللي بتحب تحكي والله أنا يعني اللي بحب أوجهه لكل أبناء شعبنا بأنه يعني هاي زي ما قلنا هذا احنا بنناضل باختيارنا طوعا ما حدا بجبرنا وعلى هذا الأساس يعني يمكن أنا يعني كنت في يوم الأيام بالمحكمة كنت معتقل ولما يعني انحكمت زوجتي وإمي بكوا زعلت كثير لأنهم بكوا وكلتهم لا احنا كنا عارفين أنه يعني احنا بنناضل وإحنا ممكن في كل لحظة نتعرض لهاي المسألة وممكن ننسجن وممكن يعني ننصاب وممكن كل هاي الأمور نستشد فمش لازم نتفاجأ مش لازم نبكي بالعكس لما الاحتلال بشوفنا احنا بنبكي يعني ممكن يبكي الواحد مسألة عادية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى كويس ولكن يعني مش أمام العدو بالضبط يعني 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 احنا يعني نورجي الاحتلال إنه احنا يعني يعني تأثرنا وحزننين أو احنا ما كناش بنا هيك مش لازم يعني الاحتلال يخرج هاي الفكرة عننا احنا كل يوم نتوقع إنه أولادنا يعني يستشهدوا ينصابوا ينسجنوا كل هاي الأمور ليش نبكي اللي ما بده اللي ما بده يبكي ما يروح يقاتل ولا 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 يناضل ولا يستشهد اللي بده يبكي ما يروح يناضل اللي بده يبكي ما يروح بالضبط ما يروح واحنا شعبنا كله بده يناضل صحيح وبالتالي أنا يعني بحب إنه يعني شعبنا بالعكس لازم أمام هاي المواقف لازم يعني يزغرط لازم يعني يفرح أنه قدم شهيد جديد أو قدم أسير جديد وقدم جريح جديد وبالتالي هذا يعني ما شفت والله شباب خافوا من هاي الحالة بالعكس أنا كلما أشوف حالة زي هاي بشوف انتفاع الشباب أكثر باتجاه هاي المسألة فهذا مصيرنا سنة سنتين مئة سنة مليون سنة نظل ننقاتل بنظل ننقاتل ولكن ولا مرة بنسلم بوجود الاحتلال ولا مرة ما بنسلم أنه الكدس عاصمة لما تسمى إسرائيل ولا مرة والإسرائيلي نفسهم هما بأكدوا وكثير احنا تناقشنا مع إسرائيليين ويقولوا أنه احنا عمي بنقر أنه يا فائلكم وحي فائلكم وتلبي بيلكم كل فلسطين لكم ولكن احنا كنا بحاجة لهذه الأرض وبالتالي أخذناها وانتوا حرين يعني شو تساوي طبعا وإحنا فعلا حرين شو نساوي إحنا سنقاتل هذا الاحتلال حتى لو لآخر يوم في الدنيا شكرا لك يا رئيس بلدية كوبر عزة بدوان على هذا اللقاء شكرا لكم ننتقل لمشاهدين لفاصل وبعدها مكملين في ثاني محطاتنا لهذا الصباح بقوا معنا شكرا لكم